وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية عقد اجتماع دوري مع رئيسي اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية لمناقشة واستعراض أي مقترحات من شأنها أن تعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع خلال اجتماع لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق بحضور رئيسي الاتحادين أشهد مدبولي بما يتم من تعاون وتنصيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك لتحقيق هذا الهدف مؤكدا أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف وتوفير مستلزمات الانتاج للمصانع كما أشار مدبولي إلى أهمية الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق